طيب لو حصل الطفرة اللي بنوا عليها هموغلوبين جين ميوتيشن يعني احنا لو نشوفنا النورمال دين كل ثلاث حروف زي ما نشايفين كده معي بتعمل أمين و أسد معي يعني ثلاث حروف الأولين بيعملوا أمين و أسد ثلاثة الثلاثين أمين و أسد أخر ثلاثة الثلاثين هنركز عليهم قوي بنلاحظ النورمال دين مثلا في اللوزئ اللي هنمركز علي ده عبارة عن دين ايه عبارة عن سي تي سي طيب لما حصل ميوتيشن بدل اللي فات ده كان النورمال لما حصل ميوتيشن طفرة أصبح التركيبة بدل سي تي سي أصبح سي اي بدل من تي طيب نتيجة كده الإكسبريشن بتاع الدين ايه بعد كده يبقى إكسبريشن از ميسنجر ار اي ايه فالإكسبريشن ده بيتحول إلى التركيبة أخرى من الحروف تركيبة الأخرى من الحروف دي بتاعه الار ايه تتحول في الآخر إلى امينو اسد اسمه غلوتاميك اسد نفس الكلام في الميوتيتد بتحول إلى تركيبة حروف في المسنجر ار اي ايه تركيبة الحروف في المسنجر ار اي ايه ديت مختلفة تماما على النورمال ينتبه على امينو اسد اسمه فالين يبقى نتيجة الكوريكت امينو اسد بيدينا غلوتاميك اسد الانكوريكت امينو اسد بدينا الفالين طيب هل ده هيحصل تغيير في شكل الاربيسيز في خصائص الاربيسيز صح نعم هيحصل تغيير في الشكل تتحول الاربيسيز من النورمال الى الاربيسيز الى الاربيسيز منجلية وتتحول الاربيسيز من الاربيسيز من الاربيسيز الى الاربيسيز الى الريجد نشفة وده ما قلت لكو سفيكل يعني منجلية فبالتالي ممكن انها تقدرش تعدى في المايكروسيكيليشن يحصل لها تتزيني ابستركشن انسداد هذا يأثر على المكان الذي يرزي بلود فسل المutation هو الأفضل المتواجه انداء المتواجه الاربيسيز